أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين لدينا بعض الأسئلة للشباب أولا ما هو التوكيد من يجيب هذا هذا قد سبق لنا التوكيد في اللغة والتوكيد في الاستلاح نعم ما هو التقوية وما معنى التقوية؟ في لغة الكشميرية نقول التقوية دردون كوني كاتي دردون كوني كلامس يعني ثبتي كدمت هونو دردون هذا يسمى التثبيت والتقوية نعم كما قال الشيخ الياس نعم طيب وفي الاستلاح مع مانه؟ نعم في الاستلاح في الاستلاح كيف يقول عندنا التوكيد؟ هو اللفظ أو المعنى الذي يقوي المؤكدة أو تقولون التابع المقوي يعني التابع الذي يقوي متبوعه وهذا يا شباب؟ يعني التابع هو الذي يقوي يقوي من؟ أو يقوي أي شيء يقوي متبوعه فهو ما نقوي في الاستلاح نعم طيب يا شباب إلى كم قسم الذي ما سوى للسؤال عندنا إلى كم قسم ينقسم التوكيد يا شباب؟ إلى قسمين إلى نعم شيخ شبرز ينقسم إلى القسمين نعم ينقسم التوكيد إلى القسمين ما هما التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي ممتاز طيب مثل بثلاثة أمثلة مختلفة للتوكيد اللفظي يعني أنت تقوي باللفظ ويقول مقوى المؤكد المطبوع الذي أنت أكدته نعم يلا لفظي سبق لنا هذا في كتابنا نعم خرج حامد 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 ممكن حضر زيد زيد تقولون مرتين حضر زيد زيد فبالتكرار طيب بعينه أنت عينت كررت بعينه هذا الإسم فهذا يسمى لفظي نعم وكذلك قد تكون جاء جاء زيد سهي أو قد يكون بمرادف الفعل جاء حضر زيد سهي هذا مرادف يعني جاء بمعنه حضر قلت مرتين يعني قلت جاء وقلت حضر بعد ذلك زيد جاء حضر زيد إذن ما أنا أنت أكدته نعم بالتكرار للفظ نعم وأين المؤكد محمد هو نعم طيب كذلك يا شباب ها وكذلك للحرف قد يكون للحرف نعم جير نعم جير ها جاء زيد كما قلتم نعم جاء زيد وتقول نعم هذا حرف صحيح وجير هذا كذلك حرف بمعنى ماذا بمعنى نعم بمعنى نعم طيب هذا كما سبقنا ما هي الألفاظ التي تستعمل في التوكيد المعنوي ما هي الألفاظ التي تستعمل في التوكيد نعم شباب سبق لنا كذلك لدينا كل نعم نعم كل وأجمع والطوابع أجمع والطوابع أجمع ما هي أكتع أكتع أبتع وأبصع بمعنى أجمع طيب وكذلك عين وكذلك النفس طيب نفس وعين يعني النفس والعين هذه هي الألفاظ التي تستعمل في التوكيد المعنوي وهذا يا شباب نعم طيب ما الذي يشترط للتوكيد بالنفس والعين إذا كنتم جاء علي عينه جاء علي نفسه ماذا هناك الشرط هذا عمسك سبق لنا بش الله نعم ما هو الشرط نعم يا شيخ شابريز أنت أو غيرك شيخ زاهد أنت أي والله نقول كما قال الشيخ إلياس أن يضاف عين أو عين أن يضاف عين أو تضاف عين أو نفس يعني لفظ نفس أو عين تضاف إلى ضمير إلى ضمير آعد على المؤكد يعني هذا الضمير يعود على المؤكد كيف يا شباب نعم سبق لنا هذا عمسي كيف تقولون نعم حضارة حضارة نعم زيد طيب نفسه فقلنا هذا نفس تأكيد المعنى سهير وهذا شرط لو أن تضاف بالضمير فهذا مضاف إلى الضمير هذا الضمير يعود إلى المؤكد أين المؤكد وهو الزيد وهذا شباب فقلتم حضر الزيد نفسه نعم أو حضر زيد عينه يعني بعينه عينه عينه وهذا شباب نعم ما هو السؤال الذي بعدنا طيب ما الذي يشترط للتوكيد بكل وجميع نعم لفظ عندنا كل والجميع ما هو شرط نعم ممتاز المطابق ما هو المطابق هو يعني مطابق للمؤكد أليس كذلك يعني يكون مطابق مطابق للمؤكد كيف هذا كمثل نعم هذا كمثل كما سبق لنا فوق ولكن قلتم جاء الجيش جاء الجيش كله فهنا مطابق هو والجيش نفس الشيء كما سبق لنا في عين و نفس أليس كذلك نعم ومطابق سندرس إن شاء الله كيف يكون إذا كان الكل من الكل فيسمى المطابق في التوكيد في البدل ستعرفون إن شاء الله طيب جاء الجيش وحضر الرجال جميع عهم لأن إذا نفسه استخدمتم للمفرد أما أنفس يكونون للمفرد والمثنى وكيف تعرفون فرق بين المثنى والجمع بالدمير الذي يعود إلى المؤكد جاء زيد نفسه جاء طالبان أنفسهما جاء الطلاب أنفسهم وهذا شباب نعم طيب حل عينه يعني بنفسه ذاته اندر شباب تارفون فرد جاسوس لا يا شيخ اندر شباب تقول فرد عين وفرد كفاية وهذا شباب استبيتتم هذا الواجب العيني والفاجب الكفاية كيف الفرد العين ما من العين هتقول فرد هذا عين هذا الفرد أو جاسوس كما قلت لا عينه من بذات يعني الرجل نفسه يعني الذي فريد عليه وجب عليه شيء هو يقوم بأذاء بنفسه بعينه هذا هو الرجل هذا يسمى واجب العيني عليهس كذلك الفرد العين كيف الصلاة الخمسة والصلاة عندنا جنازة مثلا صلاة الجنازة صلاة الخمسة من يقوم هل أهداً نيابة عنك يسلي صلاة الفريدة يعني صلاة الخمسة صلوات أنت تقول أنا ليس لي فرصة اليوم لو سبت أن تقوم وصلي الزهر مرتين وصلي العشر مرتين نيابة عندي هل يمكن لا أما أنت صليت هناك جنازة في حارتك في محلتك في مديريتك أو في قرية فأنت لا تريد أن تقوم تجذب معه لأن أنت العمل ضروري ولكن أخوك وصديك وجارك ذهب إليه وقد صلوا عليه ودفنوه وكفنوه فعلوا كل شيء فهذا فرض كفاية إذا فعلوا بعده كفا عن آخرين كفا عن آخرين واذا يا شباب عينه أنت ستقوم بذاتك بعينك بنفسك يعين نفسه معنى ذات واذا يا شيخ نعم صوت صوت المنقطع ما فهمت أعد مرة ثانية الجملة كاملة التي أنت تقول يا شيخ جاء 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 الأمير عينه نعم جاء الأمير نفسه نعم يعني معنى جاء هو بذاته جاء الأمير لا إله إلا الله عين لا هذا كلامك صحيح كلامك على نفسه عين يعني بمعنى في باد الأهيان عين 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 نموذج نموذج سيمبل طيب كذلك عين تقول كأن الجاسوس الجواسيس هذا عين الجيش هذا وهذا يستخدم كناية يستخدم انظر الشباب تعرفون كناية كيف تعرفون كناية ما هي الكناية مثلا يقول عندنا يقول أنا أريكم إن شاء الله لأن هذا الشيخ يقول ما نأه جاسوس عينه انظر كناية كيف هناك التشبيه وكناية هناك التشبيه وكناية كيف تقول مثلا أقول وجهك وجهك مثل التفاح وجهك مثل تفاح فما معنى هناك التفاح يعني مثل هناك التشبيه ومشبه هناك الوجه ومشبه به هو التفاح طيب 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 والسبب الشيخ هناك لأنه أحمر وجهه طيب مثل لهم نعم فعلا أنت عرفت هذا من جاء هذا جاء التفاح هل هو التفاح جاء أو جاء كناية أنت تستخدم واذا يا شباب تقول تقول تربو اللوز لوز في اللغة العربية لوز أنتم كشامير نحن كشامير يعني عندنا اللوز يوميا نأكلها بادم سهي بادم تربوني شو بادم اللوز لوز لوز نعم ألمد ألمد كما تقول نعم إنجلس نعم طيب نقوله في الشعر يعني رأيت إلى وجهه إلى وجهه ووجدت عينه ما هو العين هذا العين وجدت عينه كأنها لوز كأنها لوز هناك التشبيه هناك تشبيه لأنني استخدمت كلمة التشبيه كأنها يعني كأن العين هذا العين هذا العين طيب أو كأنها لوز يعني اسكي تربديك اسكي آك اسكي آك جيسي بادم بادم طيب علامة تقول رأيت إلى لوز افتح لوزك أنا أقول للشيخ أو للشيخة افتحي لوزك ما مالغنا غير افتحي لوزك يعني افتحي عينك طيب يعني مراد عين هكذا عين هناك مراد يعني كناية أن نستخدم عين للجاسوس وأرسلنا أرسل جاسوس عينه أرسل الجاسوس أو أرسل الجيش عينه أرسل الجيش عينه وهذه شبه هل فهمت هناك معنى هناك يكون استخدام العين يعني هم أرسلوا عين ما من عين أخرجوا عين من الرجل وأرسلوا فكيف تشتكر لقالوا أن الرجل الذي يرى ما هناك على المسائل ويسمع وهذه الشباب نعم وإلا معنه هذا نستقدم للتاكيد هذا العين وهذه أم لا نعم الله يبارك فيكم بالمفرد أجمع وللجمع أجمعون سهي طيب وللمؤنس جمع فتجدون قبلها كلمة أو لفظ كل موجود فيأتي أجمع تقوية للتاكيد تقوية للمؤقد يعني تقوية على التقوية فكيف كما سبق لنا عمسي في كتابنا فسجد الملائكة كلهم خلاص يقال فيه فسجد الملائكة كلهم ما هناك كلهم هذا التوكيد معنى معنوية فقلنا إضافة أجمعون فهذا ما معنه يا شيخ هذا لماذا استقدمنا أجمعون للتقوية إلى زيادة التقوية إلى زيادة التقوية فلا يستخدم أجمعون إلا بعد كل أما في بعد الأحيان يستخدم كما سبق لنا إذا ظللت الدهرة إذا ظللت الدهرة أبكي أجمع تتذكرون هل قلمة كل كما شرنا هذا البيت أمسي وهذه الشباب للراجز الشاعر الراجز الذي قال هذه الأبيات الذي قد سبق لنا أمسي وشرحناها حرفا حرفا وكلمة كلمة فهناك هو استخدم إذا ظللت الدهرة فأبكي فأبكي أجمع يعني أجمع هل كلمة كل لبسه كل استخدم قبل أجمع لا ولكن هذا في بعد الأحيان كبير كبير وليس يعني في الغالب يكون كل بعده يأتي أجمع أو بعده يأتي أكتع أو بعده يأتي أبتع أبتع أو بعده يأتي أبسع واذا يا شباب أبسع وأكتع وأبتع مثل أجمع طوابي وعجمع تسمى هذه الألفاز ما يأتون إلا بعده كل واذا يا شباب وكل التوكيد المعنوي وهذا يكون إزافة للتقوى هذه التقوية هذه الألفاز التي نستخدمها هل هذا واضع يا شباب أم لا نعم شيخ شبريز شيخ الياس نعم هذا هناك عليهم للجميع هذا ليس كلهم هذا أنت تدعو لهم هذا ردوان الله تعالى عليهم أجمعي هذا هناك أنت تجد على الجميع هناك أنت لا تجد مؤكدا تأكيدا على ردوان الله تعالى عليهم يعني على هؤلاء عليهم أجمعين هناك كذلك أنت تستغذب هذا تقول في بدل أحيان غالب نعم صحيح كلامك هناك جاء يعني عليهم خلاص عليهم فأجمعين ماذا هناك للتوكيد ولكن هل جاء على كلهم أجمعين ما جاء هناك أجمعين خلاص إذن معناه في بعد الأحيان نستغذب ولكن غالبا يكون قبل قبل هذا كل كلمة واذا يا شباب خلال مقصيد جزاك الله وقير أعطان المثال شيخ ظاهر نعم عليهم أجمعين نعم طيب أي إنسان أعرب الأمثلة الآتية أعرب الأمثلة الآتية يلا شباب أي إنسان تردى سجاياه كل سجا تردى سجاياه كلها يلا من يأتي أي إنسان أي أليس هذا حرف الاستفام هذا اسم استفام اسم يعني حرف بالشكل حرف أي ولكن هذا اسم استفام واذا يا شباب نعم ليس حرف بل هذا اسم هذا اسم لأنه معرب أليس كذلك يكون في بعد الأحيان أي ويكون في بعد الأحيان أي ويكون في بعد الأحيان أي وهذا معرب أي إنسان إنسان هناك مضاف 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 إليه وهو مجرور وطرد رضي يرضى وهذا أرضت من طرد هذا مجهول فعل فعل مضارع ولكن هذا مبني على المجهول مبني على المجهول وهذا يا شباب وهو مرفوع ما هو علامة رفعه ضمة مقدرة ما السبب التعذر سببه ذهور التعذر أليس كذلك هذا قد سبق سجاياه نعم نعم كلامك سهيناء تقول هذا نائب الفائل طبعا هناك يكون لأن هذا نائب الفائل هناك لأنه سجاياه نائب الفائل ما مانا سجاياه ما مانا سجاياه طبيعة انظروا شباب يقول أي إنسان هذا السؤال أي إنسان ترضى سجاياه كلها لا دقيقة يعني أنت فيك أمنية تمنى نفسك وطبيعتك تريد كذا وكذا ما دل جدا سجاياه سجاياه هل ممكن أنه تبعي 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 أي إنسان سجاياه يمكن تبعي 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 مطابق أي إنسان إيجان أو إيجان إيجان تبعي تريد أن تأكل طعام ما كنت تريد أن تأكل ملح كثير لكن فيه ملح كثير أو كنت تريد أن يكون فيه البلبل زيادة مثلا أنا أقول هذا من عشاء البسيطة أما حولك ما حولك المجتمع أنت تبيعتك تريد أن تكون كذا وكذا تريد أن تكون بيتك كذا وكذا تريد أن تكون صحتك كذا وكذا تريد أن تكون شكلك كذا وكذا تريد أن تكون لحيتك كذا وكذا ولكن هل ترضى أنت سجاياك لا يعني إنسان يمكن تبيعتك هميش رأي سكيد وعزي يا شباب نعم يلا سجاياه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الدم المقدرة سجية جمعه سجاياه ومفرده سجية هكذا سجية نعم السجية 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 وذي شباب وجمه السجايا وذي شباب نعم يعني تبعاً مرفوع بعلامة الدمة مقدرة طيب وهو مضاف اسم هذا اسم المضاف وأين المضاف إليه سجاياه مبني على الدمة في محل جر أليس كذلك شباب طيب وكلها كل التوكيد للسجايا أليس السجاياه هناك مرفوع فلذلك كلها كذلك مرفوع طيب وعلامة الدمة التي هناك موجودة هي ظاهرة نعم وكل مضاف وهو مضاف إليه مبني على أي شيء على السكون في مهل في مهل جر وها يعود الدمير يعود إلى سجايا لأن غير جمع لغير العاقل تعتبر مؤنث يعني في عدد الواحدة وهذا يا شباب نعم الطلاب جميعهم فائزون هذا ليس بسعب الطلاب نعم يا شباب الطلاب مبتدى مرفوع نعم وجميعهم ما هو جميعهم توكيد أليس هذا التوكيد المعنوي جميعهم نعم لأي شيء هذا التوكيد الطلاب جميعهم يعني جميعهم أين المطابق هناك يعني هم يعود إلى الطلاب نعم طيب وعلامة ربه يعني على الجميع وهو نعم شباب ضمة الظاهرة وهم هناك في محل جرر لأنه مضاف إليه نعم هذا قد سبق لنا طيب وفائزون نعم شباب هذا خبر المبتدى نعم وهو كذلك مرفون لماذا هو مرفون بالواو بأي شيء مرفون لماذا لأنه جمع المذكري سالم نعم رأيت عليا نفسه نفس الشيخ هذا رأيت رآف الماضي فاعل وعليا مفعول به منصوب نفس ماذا تقولون هذا نفس نعم نفسه هناك هذا التأكيد طيب تعكيد المعنوي لفظ نستخدم للتأكيد المعنوي فهذا منصوب لأنه مؤكد الذي هو عليا هو كذلك الذي هو عليا هو كذلك منصوب فجاء نفسه وهو يعود إلى المؤكد وهو عليا هل هذا واضح يا شباب لأنه سهل جدا نعم زرت الشيخين أنفسهما زرت هذا فعل ماذا يا شباب نعم والفائل والفائل أين نعم والفائل هناك والشيخين الشيخين ما هما نعم مفعول مفعول منصوب نعم طيب وما هو علامة زرت الشيخين ما هو علامة نسبهم يا يا لأنه نعم لأن يا قبله فتحة يا قبله فتحة فنقول نعم هذا منصوب لأنه مثنى ومنصوب باليا المثنى منصوب باليا نعم وأنفسهما أنفس أليس هذا لفظ للتوكيد المعنوي طيب هذا لأي شيء التاكيد للشيخين ممتاز نعم وهذا توكيد يعني الشيخين نعم وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة أنفس طيب وأنفس كذلك هناك عندنا مضاف وأين المضاف إلي أين المضاف إلي نعم هما هناك مضاف إلي أليس كذلك يا شباب نعم وهو مبني على على السكون سهي في مهل في مهل في مهل جر نعم لأنه مضاف مضاف إليه ولدينا بعد ذلك البدل وحكمه البدل 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 وحكمه طيب يا شباب يقول المصنف عليه رحمة الله إذا أبدل اسم من اسم إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه في جميع إعرابه ما معنى هذا إذا أبدل بدل اسم من اسم وحكمه من اسم يعني من اسم يعني أنت بدلت اسم من الاسم أو فعلا بدلت من ال في علاء طيب فالتبع يعني التبع البدل الذي أنت أبدلته فهذا مبدل ماذا يسمى هذا علام أنت أبدلت شيئا أبدل يبدل مبدل المبدل الذي أنت بدلته يكون معه مع اسم الذي أنت بدلته منه يكون تابعا في جميع إعرابه واذا يا شباب انظر هذا إن شاء الله سيشرح لنا الشيخ الشارح وأقوله هذا من يقول أنا أقوله الشارح الشيخ عبد الحميد رحمه الله البدل معناه في اللغة العوض ما معنا على العوض بدل أنت تشتري شيئا يا شباب أنت تشتري بطاطس خبز من الدكان أخذته وأنت ما زعطيته بدلا من الخبز النقود طيب أو أنت تستأجر رجلا عاملا هو هو يحمل الأحجار من بيتك ويحمل الرمال ويحمل الطوبات أو الطين أو الطراب أي شيء أو الخشب ثم يحملها إلى إلى السطح لأن هذا بيتك أنت تريد أن تأخذ هذا الخشب إلى بيتك إلى سطح بيتك طيب وأنت اشتاجرت عاملا رجلا فأنت مساء كم توتيه توتيه الإيجار أليس كذلك الأجرة أعفا توتيه ماذا أجرة أليس أجرة اليوم طيب هذا ماذا العوز البدن يعني أنت تعبت في اليوم بحمل هذه الأهجار ومن فعل ما فعلت أنت وأنا عوضا لهذه المشقة أنا أعطيك هذا الفلوس هذا النقود هذا النقود هذا المال وهذه الشباب بدل نعم عوز ما نهو بدل نعم تقول استبدلت استبدلت كذا بكذا يعني استبدلت كذا بكذا يعني كما قلت لكم اشتريت أنا خبزا يعني إذن استبدلت النقود بالخبز نعم وأبدلت كذا من كذا بمعنى نفس الشيء يعني أبدلت أو تقول أبدل يبدل أبدلت من أبدلت كذا يعني أبدلت فلانا من فلانا أبدلت نقودا من خبز واذا يا شباب تريد أنت إنك تريد أنك استعزته منه يعني استعزته يعني جعلته عوزا منه وهذا يا شباب طلبت منه بدلا من هذا أنت تقول صاحب المهل صاحب الدكان لو سمعت خذ مني النقود وأنا أريد أبدل أبدل نقودي مع الخبزك مع خبزك فأنت استعزته استعزته واذا يا شباب هل هذا واضح أم غير واضح أي شباب لهناك طيب للجميع وبناتي التي معنا هل لك نوادها نعم وفي استلاح النهويين التابع عرفتم هذا التابع نعم المقصود بالحكم بلا واسطة هناك أنتم لا تستخدمون واسطة العطف و وهذا برو يعني جاعلي و حسن هل تستخدمون عطفين أنتم يعني العطف هناك واسطة هناك تستخدمون هذا بغير ال واسطة يعني التابع المقصود بالحكم في أي شيء بلا واسطة بلا واسطة يعني الحكم الذي هو المبدل نفس الحكم لبدل والحكم لبدل نفس الحكم لمبدل واذا يا شباب نعم وكيف أعلان انظروا وحكمه مع مانا أحد حكمه أعلان سترون في أي شيء يكون حكمه وحكمه أن يتبع المبدل أنه يتبع المبدل منه في إعرابه واذا يا شباب يعني إذا كان المبدل إذا كان المبدل منه مرفوعا فيكون مبدل كذلك مرفوعا وإذا كان المبدل منه منصوبا فيكون مبدل منصوبا وإذا كان المبدل منه مجرورا فيكونه كذلك مجرورا وإذا كان المبدل منه مجزوما في شكل فعلي ويكون كذلك المبدل مجزوما لأنه يتبع المبدل في إعرابه وهذا يا شباب على معنى وإن كان المبدل منه مرفوع كان البدل مرفوع وهذا يا شباب هذا يشلل لنا على معنى يعني اسكامانيه أنه إن كان المبدل مرفوع كان البدل مرفوع نحو انظروا إلى الكتاب هناك إن شاء الله سنرى الفرق بعد ذلك ما الفرق بين العطف البيان والبدل ومبدل إن شاء الله سنجد في هذا الدرس الفرق بين العطف البيان وبين بدل مبدل نعم انظروا حينما نحن درسنا عطف البيان ألم يكون هناك مثال نفسه حضر إبراهيم أبوك إذا أنا أقول لكم حضر إبراهيم إبراهيم هناك طيب هناك مبدل هذا وأبوك بدل أبوك بدل وإبراهيم مبدل منه طيب إذا أنا أقول لكم حضر إبراهيم أبوك هناك هذا إبراهيم وله أطف له يعني أطف البيان هناك من؟ أبوك هل فرق؟ أبداً هذا كذلك بنفس المعنى ولكن كيف يكون فرق؟ بعد ذلك لأن هناك يكون العراب للبدل ومبدل في بعد الأهيان ليس في جميع الحالات هناك الفرق الذي سيكون إن شاء الله لنا الفرق في هذا الدرس بإذن الله عز وجل ولكن في هذه الجملة نقول له إعرابان يا شباب له هذه الجملة له إعرابان ما هما؟ الإعراب الأول نسق البيان نسق البيان وإعراب الثاني هذا بدل ومبدل يعني أولاً مبدل منه بعد ذلك البدل واذا يا شباب؟ هذا إن شاء الله سنشر في هذا الدرس إن شاء الله كيف الفرق يكون بين هذين المسألتين هنا إن شاء الله أو هذين المسألتين حضر إبراهيم أبوك وإن كان هناك إبراهيم هذا مبدل منه مرفوع وأبوك كذلك يا شباب جعه مرفوع وإن كان المبدل منه منسوباً كان البدل منسوباً مثل قابلت قابلت إبراهيم قابلت إبراهيم أخاك يعني هو أخوك إبراهيم قابلت إبراهيم يعني أخاك طيب أليس إبراهيم هناك منسوب وأخاك كذلك منسوب بالألف لأنه من أسماء الخمسة وإن كان المبدل مبدل منه مخفوظاً يعني مجروراً كان البدل مخفوظاً نحو أعجبتني أخلاق محمد خالق أعجبتني هذا أعجبه في الماضي والتاة هناك التاة التانيس أليس كذلك أين الفاعل أخلاق جمع الخلق طيب يا شباب وهذا تعتبر غير عاقل جمع غير عاقل معندس أعجبتني أين المفهول به يا ونون لا يا يمتكلم نعم يعني أخلاق محمد أعجبتني أخلاق محمد نعم أعجبتني أخلاق أعجبتني أخلاق محمد خالق من هو محمد هو خالق ما أمتون طيب أخلاق خالق نفسه أخلاق محمد أخلاق هناك مضاف ومحمد مضاف إلي وخناك أنت جعلت بدل لمضاف إلي خالق كذلك خالق وزع شباب طيب هذا مجزوم ومحمد جاء كذلك أفن مجرور ومحمد لأنه محمد مجرور نعم وإن كان المبدل منه مجزوما إن كان مجزوما كيف هل يكون مجزوم اسم أبدا بل يكون في علم مجزوما كان البدل مجزوما كيف أنظروا من يشكر من يشكر ربه ناقب الشرط كذلك يكون هذا الشرطية كذلك من يشكر ربه يعني الذي يشكر ربه يسجد له انظر يسجد من يشكر ربه يسجد له أين بدل يفوز ما من يفوز يعني يفوز مجزوما بحذب بحذب حذب العلة سهي مجزوما بحذب هذا مجزوما بالسكون يفوز ولكن أنت جعلته كذلك لا يلتقي ساكني هذا مجزوما بالسكون ولكن أنت كذلك حذبت منه لماذا؟ لأنه جاء الساكن وبعده زاء كذلك جاء الساكن لا يلتقي الساكنان وإذا رأينا إلى ساكنين فوجدنا أولهما حرف العلة فماذا لدينا؟ أن نهزف الإذن علة وهذا يا شباب نعم طيب من يشكر ربه يسجد له يفوز انظروا هذا الفعل جاء مجزوما والفعل هو زاء كذلك مجزوما وهذا يا شباب وهذا إلى الآن لدينا الوادع الآن لدينا أنواع البدل هذا هو المهم أنواع البدل هذا نقرق لنا اليوم قال المصنف رحمه الله وهو على أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض يعني ليس كل بل بعد من الكل يعني هناك شيء وأنت قصدق يعني أبدلت من الكل شيئا أو حسة ليس كاملة بل بعدها نعم وبدل الاجتمال مشتمل تريد أن يكون المشتمل في اللغة الأراضية نقول مشتمل هنا يحتوي يعني هذا شيخ زاهد رجل مشاء الله يحتوي له أخلاق طيبة له شكله طيب مشاء الله له صوت مشاء الله ممتع له يعني يمشي مشاء الله سريعا يعني هذا الرجل يشتمل على أشياء على أشياء كثيرة على أشياء كثيرة فهذا يجبه مشتمل إذا أنت إذا أنت تكلمت من هذه الأشياء شيئا واحدا فهذا هذا يشتمل له هذا الشيء من شيخ زاهد واذا يا شباب سترون هذا في المثال إن شاء الله وبدل الغلط يعني أنت قلت شيئا وأخطعت في الكلام كان قصدك أن تقوله غيرا ولكن ثم أنت قلت هذا الذي أنت جعلته تصحيخا لكلمة أولى فهذا يسمى بدل الغلط وإن شاء الله سنعرف أنتظر كيف نحو قولك هذا بدل الشيء من الشيء قام زيد أخوك أليس هذا زيد هو الذي هو أخوك هل فرق بينهما لأن زيد كامل أخوك وأخوك كامل زيد طيب يعني نفسه أخوك كلمة أو زيد واذا يا شباب الذي كذلك تسمى عندنا بدل المطابق هذا يسمى كذلك إذا كان نفس هذا الرجل استخدمت كلمة زيد أو أخيك كلاهما نفس الشيء طيب أو أبوك اسمه خالد تقول جاء أبوك خالد خالد هو أبوك وأبوك هو خالد إذا كان المثال مثل هذا بدل ومبدل فيسمى هذا بدل الكل من الكل إذا عندنا تقول جاء أخوك حل يأتي أخوك نسبه ونسبه في بيته لا هو جاء أكل وأبوك هو بنفسه يعني خالد أو اسمه هناك زيد وعقلت الرغيف ما معنى الرغيف؟ قبض سبق لنا رغيف معنى القبض نعم عقلت الرغيف انظر أنت تقول أنا عقلت الرغيف ما معنى الردي كاين الإنسان يشك أنك أكلت اللواص كاملا أو تشور كاملا أو جرد كاملا ولكن بعد ذلك قد تقول ثلثة طيب هلحظ كل الخبز لأن أكلت أو بعده أكلت نعم شباب أكلت بعد الخبز أو كله نعم شباب بعد الكبز لماذا جاء الثلثة لأن الرغيفة منصوب فلذلك بدل كذلك نعم منصوب تقول ثل أفضل ثلثة ما معنى الثلث الثلث نعم يعني الخبز هذا كامل وأنت أكلت هذه الهسة طيب نعم وَنَفَعَنِي زَيْدٌ انظروا وَنَفَعَنِي زَيْدٌ من النابع زَيْدٌ والمنفوع أنا ماذا نَفَعَنِي زَيْدٌ علمه علم طيب زَيْدٌ هذا العلم يشتمل له في زَيْدٍ يعني فيه أخلاق فيه قراءة فيه جسم فيه يد فيه رجل وفيه علم يشتمل زَيْدٌ وَرِيَةَ وَنَفَعَنِي زَيْدٌ وَنَفَعَنِي زَيْدٌ مَكْتَلِفْ أَخْلَقٍ من المُكْتَلِ تَتْمَعَنِي زَيْدٌ وَمِنَي هَذَا هذا العشياء شَيْءٌ وَهُوَ كَذَا علم طيب هذا لا نقول بعده بل هذا مشتمل هذا مثل 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 أكثر تقول أكثر مشتمل عضو فضو استفال اكثر کیا استفال عضو مطلب صفات یا اخلاق موجود چاہز مطلب نَفَعَنِي زَيْدٌ سَوْتُهُ أَعْجَبَنِي أَعْجَبَنِي زَيْدٌ سَوْتُهُ مجھے متعجب کیا زَيْد کی کس نئے سوْت نئے ما هو سوْتنا بدل اجتمال بدل الاجتمال حال هذا واجه ما بدل الاجتمال الذي يكون مشتمل نعم نعم وبدل القلط قلط بدل القلط حسن سطر واحد الله يباري ورأيت زَيْدًا رأيت زَيْدًا ايه الفرس الفرس يعني كأنني كنت أريد أني رأيت الفرس ولكن بالأخط خرج من لسان كلمة زَيْد بدل من بدل من بدل من فرس يعني أردت أن تقول الفرس يعني رأيت الفرس ولكن غلط وابدلته زَيْدًا 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 كيف تقول رأيت زَيْدًا الفرس رأيت زَيْدًا الفرس يعني رأيت زَيْدًا الفرس بسرعة تقول فرس إذن أين بدل فرس تقول في بعض الأحيان ثم في أحد يقول غلط في أحد الأحيان ثم جاء مثلا قلنا تريد أن تقول اسم الصحابي ولكن بالقطع يخرج منك اسم المشرك ثم جاء الصحابي تقول مثلا أبو جهل أبو بكر ثم جاء الصحابي الجليل أبو جهل أبو بكر يعني عرضت أن تقول أبو بكر ولكن بالغلط خرج من فمك ماذا أبو جهل أنت إذن أبو يلا شباب أبو جهل هناك مبدل منه أين البدل أبو بكر هل هذا واضح يا شباب هل هذا واضح يا شباب طيب إذا نكتفي اليوم هناك وهذا صلى الله وصلى الله وصلى الله ومبارك على عبد المحمد سبحان ربك رب العزة وصلاة وصلاة وصلاة